هذه الصور الملتقطة بواسطة طائرة درون تظهر حجم الكارثة الذي لحق بمدينة بالو السياحية في جزيرة سولويس الإندونسية جراء زلزال عنيف أعقبته موجات تسونامي قوية على الأرض تصابق فرق الإنقاذ الزمن لإخراج ناجين من تحت الأنقاض ويحاول المنقذون العثور على أحياء تحت أنقاض فندق رو ورو الذين قد يتراوحوا عددهم ما بين خمسين وستين شخصا عالقين تحتها السلطات الإندونسية أعلنت عن تشريد أزيد من أربعين ألف شخص بسبب الضمار الشديد الذي لحق بالمنطقة فيما أكدت وفاة أزيد من ثمانمائة وأربعين شخصا حتى الآن حصيرة الضحايا بلغت إلى يوم الاثنين ما يقارب ثمانمائة وأربعة وأربعين قتيلا في بالو تم تحديد هوية نحو سبعمائة وأربعة وأربعين جثة السلطات أعلنت كذلك البدأ في عمليات دفن جماعية لتجنب انتشار الأوبئة والأمراض وأمرت بتعجيل حفر مقابر مشتركة يأتي هذا وسط توقعات بارتفاع حصيلة الضحايا في الوقت الذي يتعذر فيه الوصول إلى أجزاء واسعة من المنطقة المنكوبة عشرات المنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية أعلنت استعدادها تقديم مساعدة عجلة لكنها تواجه صعوبات في إيصال المواد الإغاثية إلى المناطق المتضررة بسبب قطع الطرق وتضرر المطارات فرع منظمة أوكسفام في إندونيسيا قال إنه ينوي تقديم مساعدة لعدد يمكن أن يصل إلى 100 ألف شخص من مواد غذائية وأدوات لتنقية المياه وملاجئ لكن منظمة سيف دوتشيلدرن أكدت صعوبة إيصال المساعدات وأضافت أن المنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية تواجه صعوبة كبيرة في الوصول إلى قرى حول منطقة دونغالا حيث يحتمل أن تكون الأضرار المادية والبشرية كبيرة جدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر